حتى الساعات الأولى من صباح اليوم تحديدا الساعة 12 منتصف ليلة أمس كنت أتحدث عن أمل أنه الزمالك يخوض المباراة أمام النادي الأهلي نشوف قمة لقرة القدم المصرية قمة ينتظرها كل العالم العربي مش بس كل الجماهير المصرية ونادي الزمالك اليوم قال كلمته الأخيرة وأصدر بيانه برفض خوض المباراة أو بالاعتذار عن خوض المباراة واحدة واحدة كده تعالوا نشوف بيان الزمالك الي أصدره اليوم موجه لجماهيره يتحدث فيه عن اعتذاره عن هذه المواجهة يلا بينا هتقول الخطابة الشباب تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً أن جماهير النادي الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعرها على مدى أكثر من قرن من الزمان إلا أن ظروفاً كهرية ركز معايا إلا أن ظروفاً كهرية هجيلها بعد شوية دي تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقارر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات القروية الشريفة في دورينا الذي نجل ونحترمه ونسم من مجودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر وفعلاً كنا نتمنى أن لا نغيب عن الملاعب أبداً نعتزل أننا لا نملك سوى هذا القرار وشكراً لتفاهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف الزمالك أولاً هذا كان بيان نادي الزمالك تبعه خطاب من رابطة الأندية يلا على طول كده بقى ونمشي واحدة واحدة رابط الأندية أرسلت خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم يسرنا أن نهدي السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المؤكر وساداتكم أرق التمنيات وأطيب الأمنيات وبناء على كتاب نادي الزمالك الوارد إلينا بشأن اعتزاره عن أداء مباراة الأهل والزمالك المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024 على السادة الكاهرة وذلك لزروف قهرية ده اللي كان جاي إيه برضو في بيان الزمالك من شوية وخليك مركز معايا في كلمة زروف قهرية يرجى التقرب بالأحاطة بأنه تقرر عدم إقامة مباراة الأهل والزمالك والتي كان مقرر إقامتها في الإسبوع السابع والعشرين من مسبعة الدور العام القسم الأول يوم الثلاثاء الموافق 25-6 على السادة الكاهرة الساعة السابعة مساء نظراً لإعتذار نادي الزمالك عن أداء المباراة تمام؟ تمام؟ بعد كده الرابطة أرسلت خطاب للنادي الأهلي خطاب أول كان شبه ده بالزبط كده وفيه الظروف القهرية وفيه التفاصيل دي كلها من الكواليس كده الأهلي رفض البيان الأول ده قال لهم لا لا مش هعترف به أنا رايح المباراة أنا رايح الملعب بعد كده الرابطة أرسلت خطاب آخر للنادي الأهلي هو ده اللي هرال حضراتكم وما فيهوش الظروف القهرية بناء على كتاب نادي الزمالك الوارد إلينا بشأن اعتذاره عن أداء مباراة الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء 25-6 على السادة الكاهرة يرجى التقرم بالإحاطة بأنه تقرر عدم إقامة المباراة اللي كان مقرر إقامتها في الأسبوع السابع والعشرين على السادة الكاهرة الساعة السابعة مساء وذلك نظراً لاعتذار نادي الزمالك هنا شعلوا كلمة الظروف القهرية عن أداء المباراة معه مع اعتبار فوز ناديكم اللي هو النادي الأهلي بالمباراة بنتيجة اتنين لاشيئة تمام؟